كان هناك الصفافاً وطنياً كبيراً وفريداً لكل جموع الوطن كل الأحزاب المصرية تاني بقول كل الأحزاب المصرية أقصى اليمين واليسار والوسط كانوا معانا في ثورة 36 كنا احنا مع بعض هذا الصفاف الآن حان وقت العودة ليه؟ خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا كل اللي حصل الدولة كان عندها الأولويات لأن بعض الناس سألوني ليه النهاردة؟ ليه دلوقتي؟ هقول لحضرتك ليه أيضاً الدولة ما كانش عندنا دولة زي اللي موجودة النهاردة كانش عندنا برلمان زي اللي موجودة النهاردة ما كانش عندنا بنية تحتية زي اللي موجودة النهاردة كان عندنا إرهاب بيضرب البلد وبيضرب الناس والشعب وغيره وتهديدات في كل اتجاه شمال وجنوب وفي كل حتة عندك تهديدات كان عندنا حالة طوارئ مش كده هل موجود النهاردة طوارئ طب الطوارئ لما ترفعت ما هو ده جزء من الإصلاح اللي بيتم من النهاردة ده كان بداية كمان الوضع الاقتصادي الدنيا حضراتكم شايفين كانش عندك غاز ولا بتستورد قده والوضع صعب جدا داخلين على أزمات كهرباء غاز مش عارف يعني عيش كل حاجة كان فيها أزمات أزمات تضرب هذا الوطن عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح سيسا عام 2014 كانت الأولوية ايه هي حضرتك الوطن انقاذه إعادة الدولة كل مكونات الدولة المصرية سبات الدولة قوة الدولة المصرية تحديث القوات المسلحة كان أولوية رهيبة جدا في خلاف على ده في أي حد يخالي عنده رؤية أخرى رقم واحد عشان دالي يقدل استقرار نحن فيه تحديث جهاز الشرطة أيضا جهاز الشرطة أنت حضرتكم عارفين يتعرض لي في حضاء وغيره وغيره رقم ثلاثة مؤسسات الدولة بالكامل يكون عندي برلمان نواب وشيوخ برلمان يبقى موجود وبالتالي عندما تستقر هذه الأمور تبدأ الاستفاف مرة أخرى يلا يا جماعة المصرين كلهم معادة مين اللي احنا وقفنا ضدهم في تلاتين ستة كله موجود معادهم تاني أوصل لرسالة تاني لأي حد عنده أي شك كل الطواف وأبناء وأحزاب وهيئات وشيوخ وأظهر وكنيسة وأساسة جامعات وأطباء ونقابات وسياسيين ومعارضين أي حد أي حد اذكر كيفما شئت أي حد في خيالك دلوقتي اسم قدامك وأنا بتكلم هيبقى موشارك في الحوار اللي مش هيكونوا موجودين ولن يكونوا موجودين وخدها وأنا بقولها بشكل واضح لن ولم يكونوا موجودين على الإطلاق لهم ولا أي حد يقف معاهم مش معانا دول مش تبعنا ده احنا بنقول حوار وطني لما تقول حوار وطني يبقى أنا بتكلم على الواطنين حتى اللي مختلف معاك في الرأي أهلا وسهلا له حق يختلف على فكرة مش لازم كل اللي يحضر يبقى مؤيد إطلاقا هيحضر المؤيد والمعارض واللي في الظص واللي في الشب ما عندناش ما فيش مشكلة فيها الأمر مفتوح أمام جميع أطياف والأحزاب وقوة سياسية في مصر ما عدا جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها بنا مكان على الإطلاق وترجمة نانسي قنقل